صور التي وصلتنا الآن وهي تظهر دخول قوات راجلة قوات برية والعلها كما ذكر الجيش الإسرائيلي أنها فرقة الجليل 91 التي بدأت عملية برية محددة ومركزة إذن هذه الصور تظهر جنود البرية الإسرائيلية الذين يتبعون لفرقة الجليل 91 وهي تحمل المهمات العسكرية وتدخل عبر إحدى الطرق لا ندري جغرافيا هذا المكان ربما نستجلي الوضع من مراسلين ومعرفة هذه البقعة تحديدا وهذا المكان تحديدا الذي نفذت منه هذه القوات قوات الجيش الإسرائيلي وتحديدا الفرقة 91 المسمى بالجليل 91 وهذه القوات البرية التي تحمل المهمات العسكرية وهي قوات راجلة لا نلحظ حتى الآن أي غطاء سواء كان من دبابات أو من منصات متفعية أو ما إلى ذلك على أي حال الوضع يستدعي أن يكون معنا بعض المحللين العسكرية لمعرفة ما يجري الآن وفهم ما يجري الآن من هذه الصور حتى نستبين الصورة من قريب الجيش الإسرائيلي يعلن القوات اللواء 769 تواصل أعمالها على حدود لبنان